عودة إلى مربع التفاوض أو رغبة بالعودة أبداها المجلس العسكري في السودان بعد توقف المفاوضات مع المعارضة المدنية عقب مجزرة فضل الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أعلن جاهزية المجلس لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير دون شروط وبصورة عاجلة مجددا التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في الشئر السوداني وعدم قبول أي حل يقصي أي جزء من مكونات الشعب السوداني على حد قوله البرهان أقر في تصريحاته أن السودان حاليا دون حكومة منذ ثلاثة أشهر وهذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات على الرغم من أنه هو نفسه كان في مرمى الاتهامات بفتح باب التدخلات الخارجية على مصرعيه بعد الجولة التي قام بها في عدد من دول المنطقة وفي سياق يبدو غير منسجم مع ما طرحه البرهان أعلن نائبه حمدان دقل حميدتي عن عزم المجلس العسكري على تشكيل حكومة انتقالية بأقصى سرعة لحين إجراء انتخابات حميدتي الذي توجه له اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور وقيادة عمليات فضل الاعتصام التي ذهب طهيتها العشرات بدأ يتحرك باتجاه زعماء القبائل وبعض الفعاليات الأخرى سعيا لبناء شعبية تتيح له المزيد من النفوذ لمواجهة تلك الاتهامات كما يقول أهل السودان ومختصوه وعلى صعيد المبادرات الخارجية لحال الأزمة كشف مصدر دبلوماسي أن المبعوث الاثيوبي محمود درير سيعود إلى الخرطوم الخميس لاستئناف التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وأوضح المصدر أن هذه العودة تأتي بعد إطلاعه رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد على تطورات المفاوضات بين الطرفين موقف قوى إعلان الحرية والتغيير من هذه التطورات ظهر بإعلانه انتظار عودة المبعوث الاثيوبي للاطلاع على مقترحاته الجديدة ودراستها والرد عليها وتمسكه بشروطه لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري وفي مقدماتها اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فضل اعتصام وتشكيل لجنة تحقيق دولية وهو شرط يبدو أن المجلس غير مستعد للموافقة عليه إذ يعني ذلك إدانة صريحة له وتحمل التابعات ذلك قضائيا وسياسيا وهما قد يعني أن طاولة المفاوضات قد تظل فارغة لأجل غير معلوم ترجمة نانسي قنقر